دعا مفتي الجماعات الإرهابية المعزول والمدرج على قائمة الإرهاب لدول التحالف العربي الصادق الغرياني دعا للإفراج عن ألاف المتشددين والمتطرفين القابعين في بعض سجون طرابلس بتهم الإرهاب كل من فيه شيء من الخير عليهم جميعا يكتفوا جهودهم للمطالبة برفع الظلم على المظلومين في السجون غير قانونية هناك سجون كثيرة منها سجون الردع وغير الردع سجون غير قانونية وفيها مئات بل ربما حتى آلاف من المظلومين الغرياني خلال برنامج الإسلام والحياة الذي يذاع على قناة التناصح الداعمة للإرهاب قال إن على المواطنين التمييز ومعرفة من يقاتل الإرهاب ومن يقتل المسلمين على حد تعبيره متناسيا العمليات الإرهابية على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدينة واستهدفت أيضا مجمع المحاكم في مصراتا كما تناس مجزرة براكشات التي قتل فيها جنود ورجال أمن قتلوا بكل دم بارد الغرياني وصف المتهمين بقضايا الإرهاب بأنهم مظلومين ومن الخطأ وصفهم بالدواعش كما منح صفة الشهداء لمن يقاتل مع ميليشيات الإجرام ونهب المال العام وتنظيم القاعدة مفتي الإرهاب اتهم دولا عربية تحارب الإرهاب وتعاني من الإرهاب أيضا سواء من تنظيم القاعدة أو الإرهاب الحوثيين أو إرهاب حزب الله وغيره من الميليشيات التابعة لإيران الغرياني طالب بإطلاق صراح هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين ومنهم من أتى من تونس أو الجزائر هاربا من قبضة الأمن في تلك البلدان ليمارس القتل في بلادنا ومنهم من هو تابع لخلايا حركة حماس الإخوانية الإرهابية التي تركت فلسطين لتقاتل في طرابلس وهي نفس مطالبات خديجة سامي السعد ابنة المسؤول الشرعي بالجماعة الإرهابية المقاتلة ومطالبات والدها السعد نفسه الذي طالب بالإفراج عن خلية حماس الإخوة الفلسطينيين الآن الذين هم ضحية هذه الكتائب المؤدلجة الفاسدة المنحرفة عقديا وفكريا لأنها تقول إن هؤلاء الفلسطينيين الذين ينتمون إلى حركة حماس أو يزكونها أو يقفون معها هم شر من اليهود والنصارى كما أن الهجوم الذي تعرضت له السجون التي تؤوي الإرهابيين من ميليشيا البقرة وغيرها تؤكد هدف الغريان بالإفراج عن هؤلاء دعوات تدل على أن الجماعات الإرهابية والحشد الميليشياوية تعرضوا لخسائر فادحة بعد مقتل أو هروب قيادات الميليشيات إلى تركيا وترك الشباب المغرر به إلى مصيرهم ليضالب الغريان بإخراج رؤوس الإرهاب وهو يعرف تماما قدرتهم على القتل والتفجير والتفخيخ لإيقاع المزيد من أبرياء طرابلس